استكمالا للوحدة الثالثة ناخد مثال على كيفية معالجة فروق التحميل بلغت التكاليف الصناعية غير المباشرة 5000 ريال في حين تم تحميل التكاليف الصناعية الإضافية على الأوامر الإنتاجية بمبلغ 4200 ريال يبقى الخمس تلاف دي هي فعلية وال4200 دي المحملة وقد بلغت تكاليف الإنتاج خلال الفترة 20 ألف ريال تتضمن 2000 ريال تكلفة الأوامر الإنتاجية تحت التشغيل آخر المدة 3000 تكلفة الأوامر الإنتاجية تامة آخر المدة والباقي تكلفة الأوامر المباعة طبعا الباقي هنا بيجي منين الباقي نحسيبه ازاي المبلغ كله كان 20 ألف هنترح منه مجموع الألفين زائد 3000 لما كانوا 2000 تحت التشغيل وال3000 الأوامر التامة يبقى كأن الباقي ده هيبقى 15 ألف ريال المطلوب بيان كيفية معالجة فروق التحميل بفرض أولا أن الفروق إن وجدت ترجع الأسباب غير جوهيرية ثانيا أن الفروق إن وجدت ترجع الأسباب جوهرية الفرق بين جوهرية يعني الفروق لما نحسبها تعالج في حساب الأرباح والخسائر وهنا لو كانت جوهرية يبقى الفروق إن وجدت تعالج بتوزيعها على ثلاث حسابات زي ما هنشوف في الحل دلوقتي الحل فروق تحميل التكاليف الصناعية الإضافية بتساوي التكاليف الصناعية الإضافية المحملة ناقص التكاليف الصناعية غير مباشر الفعلية في نعوض المحملة كانت معطى أربعة تلاف ومتين والفعلية معطى بخمس تلاف يبقى الفروق هنا تمنمية بالنقص تمنمية ريال بالنقص الفروق بالنقص بتكون طبيعتها مدينة والشيء اللي طبيعته مدين تقفل أو تعالج فين؟ في الدائن يبقى حل المطلوب الأول إن فروق تحميل ترجع الأسباب غير جوهرية يعني هتقفل في حساب الأرباح والخسائر بالقيد التالي أول مدين داين بيان تمنمية حساب الأرباح والخسائر تمنمية حساب فروق تحميل التكاليف الصناعية الإضافية يبقى هي كتر الفروق بالنقص فطبعتها مدينة أفناها هنا فين؟ في الدائن حل المطلوب سنين إن الفروق ترجع الأسباب جوهرية جوهرية هنا هتوزع على الثلاث حسابات كالآتي عندي تكاليف الإنتاج كلها عشرين ألف ريال موزع على الأوامر الإنتاجية تحت التشغيل كانت ألفين ريال دي كانت موطة الأوامر الإنتاجية تمة كانت تلات تلاف ريال دي كانت موطة الباقي الأوامر المباعة خمستاشر ألف اللي إحنا حسبناها لما قلنا عشرين ألف ده الإجمالي كله اللي هو لعشرين ألف ديت نطرح منها مجموع الأيه؟ الألفين والتلات تلاف الألفين زائد الثلات تلاف يبقى يتبقى خمستاشر ألف هنجيب نصيب تكلفة الأوامر الإنتاجية تحت التشغيل آخر مدة مبلغ الفروق اللي عايزين نوزعه ده مبلغ الفروق اللي حسبناه هنضرب التمنمية في ألفين على عشرين ألف ألفين اللي هي تحت التشغيل نصيب تحت التشغيل والعشرين ألف اللي هي الإجمالي يبقى ثمنمية ضرب ألفين على العشرين ألف تطلع ثمانين نصيب تكلفة الأوامر الإنتاجية التامة برضو ده مبلغ الفرق اللي احنا هزين نوزعه ده الفرق الثمنمية وكان عندي التامة كانت معطى بتلات تلاف على الإجمالي عشرين ألف يطلع نصيب الأوامر التامة مية وعشرين ريال تكلفة الأوامر الإنتاجية التامة المباعة ده برضو مبلغ الفروق وده 15 ألف اللي كان الباقي على الإجمالي لـ 20 ألف يطلع 600 يبقى خدنا التنمية ووزعناها على الأوامر تحت التشغيل والأوامر التامة والأوامر المباعة نتأكد حالينا صحة والغلط لو جمعنا المبالغ اللي توزعت حالي مجموحهم تنمية في الفرق اللي كنا بنوزعه الفروق اللي كنا بنوزح الفروق اللي كنا بنوزح ونبدأ نعمل القيت الفروق طبعا كان طلع بالنقص طبعتها مدينة والشيء اللي طبعته مدينة يقفل فين في الداين يبقى إذن القيت هيبقى عندي مذكورين الأوامر الانتاجية تحت التشغيل كانت 800 بعد التوزيع ما هي وزعناها والأوامر التامة كانت 120 والمباعة 600 كل ده في المدين إلى الداين 800 حساب فروق تحميل التكاليف الصناعية الإضافية ترجمة نانسي قنقر